السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات سأتشرف بوجودي معكم اليوم سنتحدث عن موضوع وجود دم في البراز طبعا هذه مشكلة تجعل العيان متوتر وخايف والآن نريد أن نعرف ما هي أسباب وجود دم في البراز بعض الناس تفتكر أن وجود دم في البراز معناها بواسير هذه مشكلة بسيطة وانتهت الموضوع لك لا، طبعا لا يجب أن نفهم أن هناك أسباب أخرى تؤدي إلى وجود دم في البراز من أهم هذه الأسباب وجود جيوب قولونية جيوب قولونية عبارة عن انتفاخات في جدار القولون عادة تنشأ من الإمساك المزمن هذه الجيوب في بعض الأحيان من تكرار وجود الإمساك يحدث نوع من أنواع النزيف في هذه الجيوب قولونية وهي الدم ينزل مع البراز ويجعل العيان ألقان ومتوتر طبعا هذه الجيوب قولونية عادة تبقى في السن الكبير في بعض الأحيان يكون وجود دم في البراز نتيجة شرخ شرجي هذا الشرخ الشرجي أيضا نتيجة وجود إمساك عند المريض وعندما ينزل هذا البراز الخشن الصلب ساعات يعوّر القناة الشرجية ويعمل شق أو جرح في الشرج هذا يبقى مؤلم وفي بعض الأحيان يلتهب وإذا لم نعلمه بطريقة سليمة يمكن بعد ذلك التهاب مزمن ويجعل وجع ومشاكل عند الشخص أو المريض طبعا في بعض الأحيان يكون وجود دم مؤشر للتهاب قولوني تقرحي التهابات القولونية تقرحية عبارة عن مرض مناعي ومزمن مرض مناعي في القولون وعادا يكون هناك مخاط ودم وألم ومغص عند المريض وهذا الموضوع يتكرر عليه كل قليلا هذا العيان يكون لديه نوع من أنواع الضعف العام ودائما يشعر أنه لديه هزال نتيجة تقرار وجود الدم والمخاط عنده طبعا هذه الحالة نكتشفها أيضا عندما نقوم بعمل منظار قولوني ونأخذ عينة من القولون ونحللها نعرف التشخيص قولون تقرحي كما اتفقنا، الأعراض عبارة عن براز دموي في بعض الأحيان إسهال شعور بتعنية ساعات سخنية آلام بالبطن كل هذه أعراض القولون التقرحي كما اتفقنا أنها تكون مرض مزمن يأتي على فترات متكررة في بعض الأحيان عند الناس القبار نجد مرض ثاني اسمه اختلال أو خلل في الأوعيات الدموية في القولون وهي الأنجيو ديسبليزيا وهذا الأنجيو ديسبليزيا مرض يكون موجود في القولون نتيجة خلل في الأوعيات الدموية وفي بعض الأحيان ينزف، وعندما ينزف يخضنا لأننا نفتكر أن هذا يمكن أن يكون لديه ورم بعد الشر في القولون ونكتشفه عندما نعمل منزار قولوني فنجد أن هذا المريض لديه خلل في الأوعيات الدموية في بعض الأحيان، المريض لا ينزل دم أحمر لا، هذا ينزل دم أسود يعني أن البراز لونه أسود لون القار أو لون الزفت طبعا، هذه مشكلة نعرف على طول، عندما يتحدث لنا يقول لنا أن نزلت براز أسود وخصوصا لو كان لديه ألام في المعدة نفهم أن هذا الدم أساسا جاي من المعدة أو الأسنى عشر خصوصا للناس الذين يأخذ أدوية مسكينة مثل البروفين أو الكوفان أو الناس الذين يشرب قهوة كثيرا، أكثر من 6 أو 7 فناجل في اليوم ومدخنين، كل الناس معرضين أن يحصل لهم نزيف في المعدة أو الأسنى عشر وبالتالي، هذه الناس معرضة أن يأتي لهم براز لونه أسود نعرف على طول أن هناك نزيف جاي من فوق، جاي من عند المعدة والأسنى عشر سرطان، السرطان أيضا من ضمن الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى وجود دم في البراز وهذا يجب أن نكتشفه بسرعة، يجب أن نفعل منظار قولوني لأنه يمكن أن يكون هذا المريض لديه سرطان في القولون أو سرطان في المستقيم وبالتالي، لا نطلقبط ونقول أن هذا الموضوع بواسير أو شرخ الشراجي لا، يجب أن نفعل منظار قولوني ونشخص إذا كان هذا المريض لديه سرطان أو لا طبعا معظم حالات الأورام تأتي في سن كبير، لكن أيضا نراها في الشباب بالنسبة للبواسير، طبعا هذا أهم سبب لوجود دم فاتح في البراز وعادا ينزل الدم مع التبرز، يعني أن الشخص يكون لديه إمساك فأثناء التبرز ينزل نقطة من الدم في الحمام، طبعا هذه تخد العيام ونشخصها أيضا بأننا نفعل منظار ونرى البواسير وعادا لا يكون لديها ألم، عكس الشرخ الشراجي، عادا يكون لديها ألم لكن عادا تكون بواسير داخلية لا يحدث لديها ألم وعادا لا تؤدي إلى حدوث أنيميا ما هي أعراض وجود دم في البراز؟ من أهم الأعراض، ألم في البطن في بعض الأحيان يصل قيء، في بعض الأحيان يصل شعور بالتعب، في بعض الأحيان يصل إسهال نجد أن المريض يحس أن قلبه دقته سريعة لو الموضوع استمر في فترات طويلة، هذا الأحيان يخس نحن أن نرى الوزن منه كل مليا خس كيف نشخص الموضوع أسباب وجود الدم في البرازة؟ أولا نعرف التشخيص بالنسأل الأحيان ما هو الموضوع عندما يقول لي أني لدي وجع في بطني أو وجع في معدتي أو إرتجاع أو قيء كل هذه الأحيان تساعدني في تشخيص المرض في بعض الأحيان، الأحيان يقول لي أني كنت واكل بنجر أو واكل جيلاتين أحمر هذا ليس دم، هذا في البراز فقط يكون لون فقط من الأكل الذي أكله فأنا أضمن العيان ونفعل أيضا فحوصات لكننا نعرف أن المشكلة ليس في القولون هذا هو نتيجة الأكل الذي أكله بعض الأحيان نفعل أشعة تلفزيونية على البطن بعض الأحيان نفعل منظار قولوني بعض الأحيان نفعل منظار على المعدة لكي نشخص المرض طبعا نفعل صور الدم لكي نرى مستوى الأنيميا ونفعل وظائف كلا ونفعل وظائف كبد نرى إذا كان هناك مشكلة في الكبد أو لا وهكذا على الأساس أننا نتمنى أن نرى سبب نزول الدم في البراز طبعا العلاج يعتمد على التشخيص لو أعرفت أنه لديه بواسير سنرى البواسير من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة والدكتور الجراح يحدد ما هو العلاج الذي يتناسب مع حالة المريض أرجو أن تكونوا استفدتم من الفيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته